تحايا محبة سلام لكل متابعي صباح الخرطوم مع الامتداد هذا الوطن الحبيب صاحب الحضارة والتاريخ والنجاح سمح تحايا محبة لكل الذين نجحوا وكمان للناس اللي ما نجحت السنة جاية ان شاء الله معكم دست اغير الخطة بتاعتكم شوية كده والتك تيك تحايا لكل الاسر استعدوا ابنائهم وصبروا عشان افرحوا بابنائهم في هذا العام وكمان في السنين الفائدة واسعد من داخل الاسدين لكم معاي اسرة مميزة جدا من بارك اليوم نجاح ابنهم الوالدة والاستاذة اغريد ضفع الله التوم صباح النجاح والف مبروك الله يبارك فيك تسلم ان شاء الله الله يبارك فيك ومنورها صباح الخرطوم واسعد كبال نرحب بالابن صلاح الدين وبكري عبط الله الحايز على الدرجة 95 وتسعة من عشرة في السنة الفائدة محبك والف مبروك الله يحييك الله يعرفيك الله يبارك فيك ان شاء الله وضغطت شوية على مغينا طبعا والله شوية كان هو الضغط من بداية السنة لكن يعني كان قدره المهمة ألف مبروك يا مغير النجاح ويت احرزت درجة كبيرة جدا ما شاء الله يعني ستة وتسعين وسبع من عشر ألف مبروك من مدرسة بشير محمد سايد النموذجية ألف مبروك حبابكم سيدة غريد وابدا يكلمين عن الأجواء يعني ما شاء الله في السنة الفائدة كان لكم صلاح وأحرز درجة خبس وتسعين فاصل تسع من عشرة وكيف كان الترتيب لمغير لهذا العام والله الترتيب من بداية السنة يعني مما نزلنا مغير أصن يعني متفوغ من أول من الابتئابيش حتى الأساس يا صلاح مستواه كويس الحمد لله مجتهيب لكن بس شوية كده ما بحب الضغط بتحت المذاكرة ما كان فيهم يعني من البداية كده يعني سأنه هي السنة جات بقت صعبة لكن يعني من الأول كده أنا قدت مستواه كويس واللي مور بتمشي إن شاء الله إن شاء الله بدأت الدراسة وماشي كويس الحمد لله لكن الزنق بتحت الكورونا ما عارفة هنا عملت لي حباط وبيقى قاعد في البيت تأخرت الدراسة وحان ننزل امتحاناته وحان ننزل وما حان ننزل والمهم حسيت المستوى ما زي أول أو جاوه نفسه إحبار لك الحمد لله سي يعني الحمد لله رجع نعم مرحبك يا مغير أول في مبروك يا أخي من كل الناس اللي بتابعنا بيكون تأكيد يقول لك مبروك وطعم النجاح سمح بيكون تأكيد تكلمنا عن التفاصيل حقه السنة الفايتة دي وكيف كانت المذاكرة كيف كنت بتبدأ يومك عني والله السنة كانت صعبة شديد خاصة مع الأساسة كانوا يقول ليه لا تجيب أعلى من أخوك لازم تنجع ولازم تتزاع والكلام ده كله وأنا ما بشتغل كويس تحتضغط كنت لكن مذاكر وأبي خطرية خطة كنت كل يوم بضحة بحب درس صباح وبمشي بحضر دروس خصوصية وبتعب جدا برجع بعد الظهر وبعض الظهر ما بنوم يعني بحاول ألحق أنا قرأت أنا براية بزرق أستاذ دغير المدرسة والواجبات حقتها كانت ضغط شديد لكن الحمد لله يعني قدرت أدير كل حاجة وقدرت أسوي كل حاجة الحمد لله مرحباك يا صلاح وانت في السنة الفاتت يعني ما كنت موجود في السودان وما جيت التلفزيون كنا برا السودان صحيح ألف مبروك الله أبارك فيك إن شاء الله شكت تكرت تعدغطي على مغيري زي ما قلت في بداية الحوار وأنا سأل بيد ويقول لي يا أخ الله صلاح تجيب درجة عالية عشان كنت يا مغيري لازم تجيب درجة عالية منهم الله في الحقيقة مغيري أم الضغطي لصلاح مغيري تقوق في تهاتر الأساس قبل صلاح أول لا يا سلام طيب صلاح كلمنا على السنة الفاتت وانت حققت نجاح نشوف الطريقة برضو حققت المذاكرة بتاعتك كانت كيف السنة الفاتت الحمد لله نحنا ما كان عندنا الضغط لحصل السنة دي يعني السنة دي كانت في السودان ممكن أفعب سنة أمرها على الناس دي بظروف كثيرة شديدة من كورونا من فيضانات من إجازات كثيرة نحنا صرتنا الحمد لله يعني شوية كانت طبيعية إلى حد ما وإن كان فيها شوية مظاهرات وكركبة شوية كده في النص لكن برضو ما كانت بنفس السنة دي الحمد لله فقت وجبت برضو درجة عالية كان محفزني مغيري ذا ذاته لأنه نحنا كنا برا السودان فنحنا لما نجينا السودان أنا بدأت من السانوي مغيري هنا بدأ من ثامن أساس فإزاع هو الحمد لله برضو في شهات الأساس فيعني الحاجة برضو أمي هنا ربنا نحفزهم كانوا بقول لي أنه شنو يعني مغيري ذا ذا خلاص ثاني ما بنرضى إلا بالإزاع إن شاء الله يعني فالواحد شوية حاول ضغط روحه كنت القراءة حق فيه يعني كانت كانت عادية إلى حد ما يعني بس الواحد كان بحاول ضغط روحه ويجتهده براه ويعني كنت اللي هو اليوم الدراسي العادي بنتهي الساعة 2 تقريبا برجع بأخذ لي نومة النوم دي كما أخذتها ما بقدر أقرأ ثاني بالليب دي حاجة كويس ذاتك في المذاكرة يعني فكنت هو بأخذ النومة دي لحد دي الساعة 5 العصر كده بقوم كده بأتغدى عندي كوباية الشاي حقة مغرب دي كمان حقة الحاجة دي هو بتترويق المزاج كده اللي عنده أصير طوحه شايف قوا ثاني بعد المغرب الواحد كان بيقرأ لي حدي لحد بالليل أنا طبعا هنا شويمكن عكس مغيرة يعني مغيرة ده من النوع بساهر بالليل أنا يعني بالليل ما بساهر شديد لكن بعوض بالصباح هل تعرف السهر ده مغيرة فايتك بالدرجة ايش وهم كون السهر ده لأنه أنا بالليل ما بساهر شديد كده 12 دي كان بالاسته خلاص لكن مغيرة بقرأ بالليل يا السلام فأنا كنت بحاول عوض بالصباح نعم والحمد لله توفط يعني جات الدرجة كبيرة ألف مبروك بالرسل من داخل أستاذ صباح الخرطوم اللي الأستاذ يعني ببكر عبط الله بنقول له ألف مبروك نجاح الأبناء وإن شاء الله يعني مزيد من التقدم والنجاح نضي عليك الأستاذ الغريد والسالفات يعني كوارث صحية وكوارث طبيعية والحالة النفسية كانت شوية كده يعني ما تمام لكن في ترتيب داخل البيت يعني ما يعني ما يكون في ضغط كمان كان المغيرة يعني والله مغيرة شفت لما جات الكورونا المشكلة بتاحت الكورونا دي وكان مجهز على أساس يخلص السنة يعني المذاكرة تنتهي وثالثة تنتهي بقت الكورونا وادأخرت الامتحانات جاءوا زي إحباط ومين زي الصدمة بقتلوا كده بتاعت التأخير بتاع العام الدراسي وتأخير الامتحانات أول لكن غايته أبوه وكان جاي جازة جاي شهر 11 تقريبا بقتل قفلة بتاحت الكورونا المهم احتواه أبوه يعني أنا بقوله النجاح ده ليه فضلي كبير أبوه فيه يعني بقوله الأم عنده دور لكن في مغيرة ده شايفه أبوه هل كان بالدور بتاعه المياه عمل له جدوال وعمل له امتحاء حتى كان الفترة بتاحت الإجازة دي كان بديه امتحاء بقول له اخد راح تكنهم زي ما عايز بيجيب له امتحانات بمشي يصويرها ويطبع اللي بديه بيخليه حلها بيوديه الأساز بتاعه في بشير محمد سعيد يصححوا الامتحانات يعني بيختبروا أبوه براه لكن بيصححوا الأساز نعم جميل طيب يا مغيرة حاليا في كتير من الوسر السودانية بتابعونا عندهم أبناء وبنات ممتحنين السنة دي ودائرين بناتهم وابناتهم دي يجوا نفس الستوديو ونفس كورسين دي ونحن نحاورهم يعني في السنة الالجال ان شاء الله درينا تعملون خطة على الهواب أشرطا عشان يمشوا عليها عشان يحققوا نجاح عالي زي ما حققت انت يعني الدرجة بتاعتك الكبيرة دي ستة وتسعين وسبعة من عشان الله ما بقدر أضع خطة بس انه الواحد يتقوي نفسه الواحد يجتهد ويشتغل بقوة لانه الناس بختلفوا الناس ما كلهم سوا في البساهر وفي البصحة الصباح الناس قرائتهم ما سوا أنا وصلاح ما بنقرب نص الطريقة وما عند النفس الجدول ولا نص الخطة فالواحد يشوف البناسبه ويعرف هو البنفع معه ما يصحى الصباح بدري لانه في واحد يصحى الصباح بدري ولا انا عصي قلتنا بساهر ما يجي واحد يقول الله انا بساهر لانه دساهر في ناس ممكن في ساعة قراية قليلة بيسوي اللي انا بعمله في يومين أو ثلاثة طبعا فالواحد يعرف ناسه كويس ويجتهد بس ما في حادث واتفيق من ربنا واثيقة في الله نجاح طيب صلاح دلسة انت حاليا في الجامعة انا حاليا بقري في كلية الطب في جامعة الخرطة نعم تمام ابروك ومغير انت نفس التخصص نعم رغبة من الطفولة ولا نوسر عند التطفول رغبة من الطفولة وكنا بحبب فينا الحاجة دي والطب وانه حاجة سامحة لكن ما اجبرنا الحاجة ويهب اختيارين عندك مثلا رغبة معينة في الطب تخصص معين كده ايوه طبعا نعم جميل اجمل حاجة الابتسامة طبعا طيب مساء تغريد في كثير من الوسر يعني بشكل يعني حالة من الترتيب والتنظيم والودة لازم يجيب لنا درجة عالية عشان احنا نفخر بيوه ونشوفه في التلفزيون ويزع اسمه الحاجة دي غد تأثر عليهم وما يجيب درجة عالية بعد ذا بيكون في حسن في البيت وفي عتاب للأبناه يعني برضو موجود الحاجة دي في البيوت بتقولهم شو للناس والله هون نجاح طعب محل وشديد وي واحد عايز شوف اولاده في مراتب عليا عايز شوفه متفوقين لكن في الاخر التوفيق برب العالمين الواحد لو هو عمل عليه الباقي من الله يعني لكن هو لازم يجتهد معه عشان اعمل العليه يعني الواحد لو هو ما قام عندي بيتماش الله قام في تامن وجاء يعني كان مجموعة مئتن سبعة وسبعين جابت لما طلعت من الامتحان يقول ما عندها غلطة وما عندها حاجة متوقعة لا مئتنة تبانين يعني زئلة يوم النتيجة دي بكت بالرغب انها نسبتها الثالثة على ولاية الخرطوم يعني نسبتها كبيرة يعني انت عملت اللي عليك نسبة حلوة فعلا يعني الواحد هو بعد عمل اللي عليه ده الباقي من الله التوفيق ان شاء الله من رب العالمين طيب السؤال دا لكم الاثنين يعني سأقول لك السؤال انت كيف استغبطت نديجتك في السنة اللي فاتت و مغير انت كيف استغبطت النديجة بتاعتك في العام ده دارين نشوف اللحظة ما قبل اعلان النتيجة و لحظة المؤتمر و حالة الترقب حبدو بكم انتو الاثنين بعدها يجل الواد نبدأ بهم و غيرهم اه اه انا ما كنت مترقب شديد يعني كنت عارفة اكام ما ستتتشين حتكون خبسة تسعين والله اطبع تسعين كده واطق من النتيجة بتاتك يعني تمام اكتر حاجة المثنية اها كانت فرحة ابوي و امي وشاكت جاتني خيبة تمل لما قالوا انهم حيزو عشرة بس لكن الحمد لله النتيجة جات سمحة و طبعا احنا ما شبنا في التيفيزون استقبلنا برسالة ابوي استقبل رسالة و انا مستنى و يسرخ يقول الله اكبر عشان عارفت و قدر الجي سمحة و فعلا قال و ططت كده و نزل التلفون حقه انا خلاص عارفت و قدر الجي سمحة كبيرة قال ستة وتسعين و سبع من عشرة و خلاص بعد ذا بقى كبار كلي و قدر الصلاة و الزغاريد و كلام نعم الجيران نعم طيب كيف ستة غريد الوالد قال لكم ستة وتسعين و سبع من عشرة اول اللحظة حقت سماعك النتيجة والله الوالد من قبل النتيجة في اليوم هو عامل توقعات قال بيجيب ستة وتسعين و ما عارف اشنو و لكن ساحة النتيجة في توتر يعني في البيت كلها لحظة متوتر حتكوني معاستو جايد والله كل البيت متوترين و منتظرين النتيجة و منتظرين الرسالة تجي الرسل الرسالة ابوه يعني و ماسك الجوال لحد ما جاتوا الرسالة كده المهم كبر بصود عالي كده و عارف اشنو قاموا يكبروا و قال لهم ستة وتسعين و سبع من عشرة الحمد لله السنة الفاتت و نجاح مغير السنة مغير السنة طبعا بس برجع للسؤال زي ما انت قلتها انه بيكون في توتر و بيكون في توقعات من الطالب هو نفسه خايف انه يخذي الابوه و امه انا متذكر السنة الفاتت في نتيجتيانه شخصيا لما كان يوم المؤتمر الصباح طبعا يعني الواحدان لما انتهتنا الامتحانات و كده يعني الموضوع بيقى متروك الاسماء يعني زي ما بقول انا عافية تاني حاجة اعمل فانا عن نفسي نتيجتي ايا كانت يعني الحمد لله ان شاء الله كنت اكون راضي بيها انا كان للامان زي ما انت قلت هميلك برابوي و امي يعني تعارف هما بكونوا مع انهم هما بيظهروا الحاجة يعني بقولوا كله بيجي من ربنا يعني كله خير بس الواحد بحاول قدر امكان برضو ان يفرحهم او يفسطهم يعني فانا انا لما جات نتيجتي يعني الحمد لله ان تكسم من بدر يعني متجهز يعني ايا كان الحاجة اللي بتجي انا العالي عملته يعني نعم بس اول ما جاتنا تجتي اول حاجة عملتها عينته في ابوي امي دير شوف بس اقصردت الفعل حقه شوفت ابوي امي فرحة ان الحمد لله طوالي خلاص فرحته مغيرة برضو السنة دي يعني لما كانت جات مغيرة ده نوعا ما برضو هو يعني انا ما عارفه هو برود ولا ثقة بس معن ما كانش الهم من نتيجة او ما كان مظاهر لنا انا ما هي واحدة في الاتنين فكان قاعد يعني الصباح كده مرتاح الكانو متوترين في البيت هم ابوي امي بس برضو بنفس طريقة ما بيظهروا طبعا حاجة يعني بقولوا شنو الوضع بيحسوا بعادي لكن انت بتحس بتوتر في البيت بحاضر فلحد لحظتها المؤتمر طبعا نحن متظرينا الرسالة يعني دي عشان تجي عشان نعرف النتيجة برضو انا لما في السنة الفاسة تاني عرفت نتيجتي اول واحد تاني وريت ناس البيت لانه كان كني هو الرسولان فعم يتصل علي انا هنا هنا كان ابوي هو الرسل الرسالة فابوي هو ازل عرف النتيجة ابوي عرف النتيجة لما انقام طوال قال الله اكبر وهو فرح نحن قبل ما نعرف النتيجة حتى مغيرة نفسه قبل ما عرف النتيجة هو اتسم انا لحصل جردت فعل اتسم وفرح كده فالحمدلله كانت كانت اللحظات حلوة ودس كونه واحد جدر انه يرفع راسابوه وامو دي بس بحدي ذاته يعني دس بتخلي الفرح تخش في قلب الناس يا سلام جميع عليها بكل تاكيد حتى الناس البسما والنتيجة والبشاهدون سيكونوا فرحاني ليكم بكل تاكيد والنجح ده يعني بعجب كل الناس بكل تاكيد نحنا ديكم المساحة يا فاتغريد اكيد في كتر منا هاكم يعني يحبين وصوليكم التهاني انتو من خلال الساشة غناط القرطو يمكن يعني بتتواصلوا معاون عبر التهاني والسلام وعلى روى ودك للجزيرة ودراوة وصلي معلها لك ودراوة بنشكر كل اهلنا اللي اتصلوا والوصلونا في البيت وما قصروا والله بالتلفونات ما وقفت منه مبارح الناس اتصلوا نعم وقليهم الشكر وان شاء الله ربنا يفرحهم بعيالهم والنجاح اللي شديد ان شاء الله كلهم يضوقوه نعم خطاما مغيرة ماذا تقول لكل من يشاهد صباح الخرطوم الله بس حابة اشكر ابوي وامي لي ان امتابعوا معي شديد نعم وحابة اشكر كل واحد من اهلنا ووقف معي لان كانت مرحلة صعبة وصنة طويلة شديد وبالتوفيق للمتحنين السنة الجاية صلاح صلاح برضو من الممبر بحيب ان برضو اول حاجة اوجه شكر لابوي وامي في البيت برضو اللي كانوا دعمني في السنة الفاتت دعم الناس في الجامعة وهم اللي دعموا وغيروا ووفروا لينا البيئة بحيب برضو يعني انه اقول هنا رسالة الناس الجاي من تحنين السنة انه ممكن نوعا ما الظروف أسل تكون حتى السيهم عندي اصحابي كثير من تحنين انتعام المدرسة بتكسل بتفتح الحد لان الوضع ما بسكت بحيب شوية كركبة لكن بس يعني الواحد يشد حيلو يخد هدفه قدامه يعني مغير ده في السنة الفاتت دي هو قروة 2019 وامتحنه 2020 ونتيه طلعت 2021 يعني كانت كركبة الكركبة كانت لفة طويلة كده فبرضو يعني الواحد بس يحاول انه قدر بإمكان يعني يحاول يتكيف مع البيئة اللي هو عايش فيها حاليا يشد حيلو يخد هدفه قدامه ان شاء الله النجاح يكون حليف وحظه بالضبط نجاح يجيه كما مرضو يا جماليحة لازم يعني نرسل تحايل الحف والجمال وأول زول بدوق طعم النجاح اكيد بعد الام والاب المعلم يعني صحية لكل المعلمين وغيرا نحن دي فرصة يعني خاصة ترسل تحايل المعلمين في المدرسة عب اشكر المعلمين في بشير محمد سعيد اللي ساعدوني أستاذ عماد أستاذ عبد العظيم وأستاذ ناس الاسماء والله شكرا جزيلا شكرا لابن صلاح الدينة وبكرة عبطالله الحايزة على الدرجة 95 من 10 في السنة الفايتة وكمان الابن المغيرة الحاصل على الدرجة 96 من 10 لهذا العام شكرا جزيلا الوالد تاغريد ضفع الله التوم ومبروك النجاح وكمان بنحي الوالد شكرا جزيلا بنتواصل معكم اشهد الأحباء في كل مكان متابعي صباح الخرطوم وصباح النجاح عقب هذا الفاصل فمرحبا بكم جميعا شكرا شكرا شكرا